في خبر وردنا قبل قليل استنكرت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة تجريف قرابة 1600 دنم من أراضي محمية فيفا وإزالة قرابة 40 ألف شجرة من المحمية وعشرت الجمعية في بيان لها إلى منع كوادر المحمية من الدخول إلى منطقة حدودية تقع داخل حرم حدود المحمية وقالت إن سلطة وادي الأردن خاطبت الجمعية بطلب التوسع في منطقة الامتياز الخاصة بشركة البوتاس العربية وبعد إرسال الكتاب تم منع كوادر الجمعية من دخول المنطقة تحت ذريعة أسباب أمنية إلا أنه بعد السماح لهم بدخولها تفاجأ العاملون بحجم الدمار الحاصل شركة البوتاس العربية من جهتها كانت نفت ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي حول استحواذها على أراضي تقع ضمن المحمية